استقر الفرنسي أوتمان ديمبيلي نجم بارشلونة الإسباني على وجهته القادمة بعدما تعطرت مفاوضات تجديد عقده وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفور كتالونية إلى أن إدارة بي اس جي تواصلت مع وكيل أعمال ديمبيلي تمهيدا لضم اللاعب مجانا في نهاية الموسم الجاري وأضافت إلا أن كل المؤشرات تنذر بأن أوتمان ديمبيلي في طريقه إلى الاندمام إلى أحد الأندية الإنجليزية وكشفت أن توتنهام يعد أبرز الراغبين في ضم ديمبيلي بينما يترقب مونشستر يونيتد موقف اللاعب باهتمام بالغ ولفتت الصحيفة الكتالونية أيضا إلى أن نادي تشيلسي بإمكانه إغراء أثمان ديمبيلي ماديا وكشفت قناة تيفيدريا الكتالونية أن توماس توخيل مدرب البلوز تحدث مع ديمبيلي وأبلغه برغبته في التواجد معه بالفريق اللندني واعتبارا من أول يناير المقبل سيدخل أثمان ديمبيلي آخر ستة أشهر من عقده مع برشلونا ما يعني أنه سيكون قادرا على التفاوض بحرية مع أي نادي آخر وفي كابنو يدركون أن تجديد عقد أثمان ديمبيلي صاحب الرابع والعشرون عاما أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى ترجمة نانسي قنقر